روائع التابعين حياة قصة النهاردة قصة ببعتها رسالة لكل أم بقول لها مشروع حياتك وأكبر شيء تقدر تعملي في عمرك أنك تربي أولادك والحقيقة أن أنا بقول أن قضية تربية الأولاد يا جماعة اللعب الأكبر 90% على الأقل بيكون يعني على الأم الأب مشغول بلقمة العيش ليل ونهار وبيكدح وداخل في مطحنة الحياة إنما اللي بتربي بجد هي الأم الأم مدرسة إذا أعدتها أعدتها شعبا طيب الأعراقي ولو استطلضنا في الأمثلة الجميلة اللي نقول عظماء كتير جدا في الإسلام كان وراهم أم وإذا أردت أن تنظر إلى نجاح الرجل فاعلم أن وراءه أم إن فعلا في أم وراه هي اللي ربته هي اللي علمته وهي اللي يعني فعلا ربعته المحبة وحب ربنا وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب هذا الدين والبذل والعطاء لهذا الدين قصة النهاردة قصة واحد من أجل علماء التابعين اسمه ربيعة الرأي يمكن كتير مننا ما سمقوش عنه ويمكن كتير مننا ما يعرفوش مين هو ربيعة الرأي وفي واحد اسمه ربيعة الرأي ربيعة الرأي ده ده كان شيخي الإمام مالك الإمام مالك اللي كان بيتقال كيف يفتى ومالكم في المدينة كان من دوم لتلاميذ الإمام مالك والإمام أبو حنيفة والإمام السوري والإمام الأوزاعي كل دور كانوا من تلاميذ ربيعة الرأي القصة ابتدت ازاي تعالوا نبدأ القصة بعد ما تصلى لحبيبك صلى الله عليه وآله وسلم في سنة 51 هجرية كان أحد الصحابة اسمه الربيع ابن زياد الحارفي كان أمير خرسان وكان هو اللي فتح بلد اسمها سيجستان وهو يعني كان القائد المظفر ربنا أكرمه بفتوحات كتير جدا وكان معاه غلامه غلامه ده كان عبد من العبيد اللي كانوا عنده كان اسمه فروخ احفظوا معايا الاسمين دولت يبقى الربيع ابن زياد بصحابي وده كان أمير خرسان وكان عنده واحد غلام من الغلمان بتوع اسمه فروخ الربيع ابن زياد عزم بعد لما ربنا أكرمه بفتح سيجستان انه هو يعبر نهر اسمه سيحون ليه نهر سيحون شمعنا لأن النهر ده كان من بعدين على طول بلاد ما وراء النهر بلاد ما وراء النهر اللي هي كردستان فهو عايز يفتح البلاد ديه ونفسه يرفع راية التوحيد على بلاد ما وراء النهر والبلاد دي هتوصله بعد كده بقى لبلاد الترك و بلاد الصين و بلاد روسيا إلى غير ذلك نفسه يوصل للأماكن ديه بأي طريقة ويرفع راية التوحيد في هذا المكان الربيع اللي هو الصحابي الجليل اللي هو فاتح سيجستان وهو أمير خرسان أعدى العدة و جاهز الجيش و ظبط الدنيا كله و معا الغلام بتاعه اللي هو فروخ و جاهز كل حاجة و دخين عشان يفتحوا بلاد ما وراء النهر ربنا أكرمهم وقتلوا و اجتهدوا و ما شاء الله و بازلوا كل جهدهم و جسمهم بتقطح حتته و بازلوا كل حاجة من أجل رفع راية التوحيد لأن الدين كان غالي في قلوبهم و كان عندهم استعداد يضحوا بأنفسهم و أموالهم و أولادهم و كل ما يملكهم من أجل خدمة هذا الدين العظيم انتهت المعركة بنصر مؤذر بفضل الله للمسلمين الموحدين اللي بيحبوا ربنا و اللي بيتبعوا نبينا صلى الله عليه وسلم و كان سحيد جدا جدا الربيع بن زياد و فرحان قوي بالنصر دوت و كان فرحان أكتر كمان غير النصر كمان كان فرحان بغلامه اللي اسمه فروخ لأنه بازل جهد عظيم جدا في هذه المعركة و بازل جهد غير عادي و تعرض للموت أكتر من مرة كل ده في سبيل نشر راية التوحيد فما كان من الربيع بن زياد أول معبر النهر و ربنا أكرمهم بالنصر إلا إنه افتكر و تأكد و هو عارف و متيقن إن و ما النصر إلا من عند الله بأول حاجة نعملها إن احنا نسجد شكرا لله سبحانه وتعالى قام و اتوضى و صلى ركعتين و الجيش وراء الكل بيصلي صلوا ركعتين شكرا لله سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك راح الربيع بن زياد لازم حبي يكافئ الولام بتاعه فروخ قال له تعالى انت بزلت جهد كبير و عملت إنجاز كبير قوي قوي و قتلت عدد كبير و عرضت نفسك للموت أكتر من مرة مكافئتي ليك يا فروخ إن انت أصبحت حر لوجه الله أنا عتقتك خلاص ما بقتش عبد انت بقيت دلوقتي إنسان حر و فوق ده كل خد كمية غنايم قد كده و خد كمان جزء من نصيب أنا كقائد للمعاركة خد جزء من النصيب بتاعي فروخ فرح فرح شديد جدا جدا لكن بعد فترة حزن حزني جامد قوي هو كان معه غنايم و أصبح الآن حر ما بقاش عبد لكن حزن لإني ممرتش فترة بسيطة جدا بعد تحقيق الحلم الجميل دوت و إن هم عبروا بلاد ما وراء النهر و نشروا راية التوحيد في البلاد الكبيرة ديت بلاد روسيا و بلاد تركيا و بلاد الصين و ما شاء الله و وصلوا إلى أقطار الصين لكن مرت فترة بسيطة و مات الربيع بن زياد رضي الله عنه و أرضاه و بعد كده بدأ فروخ يفكر يعمل إيه قال أرجع إلى المدينة المنورة لأنه أصلا كان من المدينة المنورة رجع هو فرحان قوي بحاجات كتيرة قوي أولا أصبح حر ما بقاش عبد تاني حاجة كان معاه غنايم كتيرة تاني حاجة و دي كانت أهم حاجة إن معاه بشريات و معاه ذكريات جميلة جدا عن الانتصار الجميل و رفع راية التوحيد في هذه البلاد التي كانت جافرة و أصبحت مسلمة فكان جاي سعيد جدا جدا نزل المدينة المنورة و بعد ما نزل كان سنه قرب من سن التلاتين سنة فقال خلاص يعني أفكر بقى في أننا يعني ربنا يكرمني و أكمل بقى نص ديني زي ما بيقولوا و أتجوز و أشتري بيت و عيش بقى حياتي زي أي إنسان عايش حياة إيمانية جميلة زوج و زوجة و أولاد و الكل بيعبد ربنا و الكل بيتعرب بنا و نطلب العلم و ندعو إلى الله سبحانه وتعالى و نقضي بقى رسالتنا الجميلة اللي احنا عايشين من أجلها كنتم خيرة أمت أخرجت للناس بدأ يبص و يبحث و يسأل الناس عن أفضل بنت متدينة في المدينة حد ما ربنا أكرمه بزوجة عقلة متدينة إنسانة من أسرة كريمة و ذات حسب و نسب و جاوزها و ربنا أكرمه و اشتري دار و عاشوا فيها و الزوجة أصبحت حامل لكن كان فيه مشكلة عند فروخ إن كل ما يروح ويرجع و يروح يصلي في المسجد و يقابل الناس و يسمع الخطباء في يوم الجمعة الكل عمال يتكلم عن الانتصارات الجميلة للمسلمين في كل مكان و انتصارات صاحقة في بلاد مش عارف إيه و بلاد ما وراء النهر و بلاد و بلاد فحنينه للجهاد رجع مرة تانية و قال لازم أرجع مرة تانية عشان أجاهد و بدأ يكلم زوجته و يقول لها أنا محتاج أن أروح أجاهد مرة تانية فإذا بها تكلمه و تقول له طب إزاي هتسيبني و أنا الآن حامل و الجنين ده لما ييجي أقول له فين أبوك و أنا مش ضمنة زي كنت هترجع أو مش هترجع كأي أم نفسها أنها تعيش مع زوجها و ابنها و أن ابنها يستمتع بوجود أبوه و يطلع يلاقي الأم و الأب و يلاقي حياة إيمانية جميلة فقال لها اطمني إن شاء الله ربنا يكرمني و ننتصر و أرجع مرة تانية لكن الجهات بيجري في دمي و نفس أروح و جاهد و انتصر و أبزل جهد كبير لخدمة الإسلام و المسلمين فلما لقيته مصر على أنه لازم يروح يجاهد قال له أسأل الله عز وجل أن يردك إلينا سالما غانما قال لها اطمني أنا هسيب لك 30 ألف دينار اوعي تفرط فيهم اصرف منهم على ابنك أو بنتك اللي جايين الله أعلم إذا كان ولد ولا بنت اصرف عليك و عليه أو عليها بالمعروف و خلي الفلوس ديها تنفعك فيما بعد حفظ على الفلوس ديها لحد ما رجع لك إن شاء الله و ودع زوجته و ودع الجنين اللي بفطنها و راح يجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى ما عدتش شوية شهور إلا و كانت هذه المرأة العاقلة الدينة ولدت و أنجبت ولاما فأول ما أنجبته سمته ربيعة اللي هو ربيعة الرأي اللي احنا بنتكلم عنه سمته ربيعة و قالت دي أمانة و أنا امرأة مؤتمنة و المرأة راعية في بيت زوجها و مسؤولة عن رعيتها فهي مسؤولة عن تربية الطفل ده عملت إيه جماعة ماهتمتش فقط إنه يتعلمه بس إحنا محتاجين إن إحنا مش نحفظ ولادنا الكرآن و بس عايزين نربيهم تربية إيمانية عالية ما يبقاش ابن يحافظ الكرآن هو بيجدب و بيغتاب و بيسعى بالنميمة و بيأكل حرام و بيعمل كل الموبقات و بقى فرحان إنه هو حامل الكرآن لأ فرب حامل للكرآن و القرآن و يلعنه إحنا محتاجين لن نربي ولادنا قبل ما نحفظهم لازم نعلمهم يبقى لأصل في الأمور إنه نبربي ابني على طاعة ربنا و على اتباع نبينا صلى الله عليه وسلم حتة إنه يحفظ أو ما يحفظه مش هي دي القضية ولكن لو حفظ الكرآن فشيء عظيم جدا لكن الأصل قبل الحفظ إنه هو يعمل بهذا الدين إنه يكون ولاد خلوق و متربي و متدين و صادق و عنده وفاء و عنده حب للناس و ما عندهش حقد ولا حسد ولا غل ولا ضغينة ولا بيسعى بالنميمة بين الناس ولا بيأذي الناس ولا بيعمل أي حاجة وحشة و يكون مترد و بيحترم الكبير و يوقر الكبير و يوقر العالم و يرحم الصغير و نعلمه على الأخلقات الجميلة اللي احنا بنفتقدها في أيامنا دي فالأم دي العظيمة دي زوجة فروخ لما أنجبت غلام سمته ربيعة ربيعة دوت أول مولدته ابتدت تعتني به و تنظر إن الولد ده يكون لله كبر شوية ابتدت تجيب له المحفظين و المربين و اهتمت بتربيته قبل حفظه ختم الكرآن و تعلم كتير من أحاديث رسول الله صلى الله عليه و قاله وسلم و تعلم الأداب الإسلامية و السلوكيات الجميلة و تعلم يعني حق الله و يعني حق نصول الله و يعني حق الوالدين و يعني ايه البر و يعني صلة الرحم اتربى تربية عالي قوي قوي و كانت ما تبخلش أبدا على المربيين اللي بيجوا لابنها كانت بتنفق عليهم ببزخ و كانت بتعطيهم جوائز اللي خلي ابني يتعلم كذا في فترة كذا هديره جوائز و اللي خلي ابني يتعلم سيرة الرسول على السلام هعمل معاه كذا و اللي هيخلي ابني يتعلم الفقه هديره كذا و هكذا حدا ما أصبح ابنها ربيعة ما شاء الله كبر و بقى عالم كبير ما شاء الله من علماء المدينة و هي طول الوقت دو و تعمالة بتترقب زوجي فروخ هيرجع امتى يطر هيرجع السنة دي ولا السنة الجاية ولا اللي بعدها مرت سنوات طويلة حبيبي و وصلت السنين دي لتلاتين سنة و زوجها مرجعش و يا لت مرجعش و بس لأ و ما فيش أي أخبار عنه خالص بالمرة ما بتسمعش أخبار عنه تسمع بعض ناس بيقوله هو وقع أسير في بلاد الروم و تسمع ناس تانيين لا لا ما وعش أسير ده ما زال حرا طليقا و بيمارس و بيجاهد في سبيل الله و يمارس الجهاد و احنا شفناه و ناس تانيين يقوله لا ده استشهد في سبيل الله فلما غاب تلاتين سنة فترجح لها انه اكيد استشهد لانه اكيد لو كان عايش مش معقولة جماعة هيسيب زوجته ابنه تلاتين سنة من أغير حتى ما يبعث رسالة أنا موجود و عايش فكان أمر غريب جدا تلاتين سنة و فروخ مجاش و ربيع ابنها كبر ما شاء الله و حابت بقى تفرح به فرحت مجوزة و قعدت معها في نفس البيت قعد معها في نفس البيت و فضلت تنفق عليه و على زوجته و هو ابتدى برضو يشتغل و ابتدى يتكسب و في نفس الوقت حياته كلها مجغول بطلب العلم و بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى و أقبل على حلقات العلم و تعلم على قدين بعض الصحابة و كان من على رأس هؤلاء أنس بن مالك و تعلم على قدين مجموعة كبيرة من التابعين على رأسهم سعيد بن المسيب و مكحول الشامي وسلم بن دينار ثم بعد ذلك أصبح مشهور جدا في المدينة المنوارة أنه أصبح حالم المدينة ما شاء الله كالملائك في السماء مطهرين كالملائك في السماء مطهرين و أصبح يعني و وصل لمرحلة لا تخطر على قلبه بشر أن يتعلم على إيده ناس من خيرة العلماء الأجلاء من علماء التابعين لكن في عز ما هو عايش مع أمه اللي هو ربيع عايش مع أمه و مع زوجته حصل موقف حقيقي بيدا في يوم الأيام وبعد تلاتين سنة يعني لما أصبح ربيع عنده تلاتين سنة نزل أبوه المدينة المنوارة مرة تانية نزل الشوارع تغيرت و الناس تغيرت و الدنيا تغيرت مش هي دي الشوارع اللي أنا عرفها و البيوت شكلها تغير و الناس شكلها تغير و ما بقاش شايف حد من اللي كان يعرفهم زمان اللي كانوا عايشين على أيامه فيه منهم اللي مات و فيه منهم اللي سافر و منهم اللي لقى بيته المكان تاني فمش لقى حد يعرفه و ما لفتش نظر الناس لأن الناس في المدينة كانوا متعودين من سنين طويلة مجاهدين راجعين من الجهاد و مجاهدين راحين للجهاد فدخول المجاهدين و خروجهم كان أمر عادي جدا فملافتش نظر حد يبص فيه شوشي الناس انه يعرف حد مش لاقي طب بيتي فين عمال يدور نفسه يسأل حد على بيته مكسوف يسأل الناس هو مش عارف أصلا إذا كان حد يعرفه ولا مش يعرفه فدل ماشي و عمال يذكر ربنا و يصلى على نبينا صلى الله عليه وسلم و عمال يتذكر 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 و فجأة لقى نفسه قدام بيته أيوة هو ده بيتي هي دي الدار اللي أنا اشترتها من 31 سنة و جوزت فيها الست الفلانية الانسان الفاضلة ديت و طرقتها و هي حامل و ما عرفش و هي ولدت أكيد بس ولدت ولد ولا بنته ولد كبر و عاشه موجود لحد دلوقتي ولا مات ولا ايه بالزبط أنا مش عارف حاجة و فجأة لقى باب البيت مفتوح فدخل من غير ما يخبط ما قال لقى البيت ده بيته هو مش عارف ايه اللي حصل يعني بالزبط لكن لقى باب الدار مفتوح فدخل و اول ما لقى الباب مفتوح دخل مين اللي شافه ابنه و ابنه ما عرفش نوع ده ابوه لانه اصلا ما شافوش لان ابوه سابه وهو جانين في بطن امه فجأة ابنه اللي هو ربيعة لقى ابوه اللي هو فرخه و ما عرفش انه ابوه داخل و مدجج بالسلاح طبعا جاي من الجهاد معاقس سيف بتاعه والرمح والترس والسهام و داخل الدار مقتحم الدار من غير ما يستأزن فاول ما شافه راح هاجم عليه اتدخل بيتي يا عدو الله بلا استئزان اتريد ان تنتهك حرمات البيت قال له لست بعدو لا ان هذا بيتي قال له بل هذا بيتي ارتفع صراخهم هما الاتنين وعملين بيخبطوا في بعض وجوم الجيران عشان يفضوا اللي زع دوت يهدوا دا شوية ويهدوا دا شوية ومن كتر الصراخ محدش سامع والتاني يقول له دا بيتي و دا يقول له لا دا بيتي فجأة زوجة فروخ اللي هي ام ربيعة اللي هي الست الفاضلة بتبص من الدوري التاني فجأة شافت زوجها اللي غاب عنها تلاتين سنة واللي سابها وهي امرأة حامل في الجنين دوت وسب لها تلاتين الف دينار وهي انفقت التلاتين الف دينار عشان ترب ابنها وعشان ابنها يبقى عالم ربين انفع به الاسلام والمسلمين شافت زوجها وفرحت مش بيصدق نفسها زوجي رجع بعد تلاتين سنة بيجاهد في سبيل الله وارجع لمرة تانية فرحت مسرخة ونادت على ابنها ربيع عقلت له يا ابنية هذا ابوك فروخ الذي ذهب للجهاد في سبيل الله من تلاتين سنة ولسه راجع دلوقتي تخيل بقى اللحظة المؤثرة ديت الولد كان بيدرف ابوه ما يعرفش ان هو ابوه وهو معذور دلقى واحد بيقتحم علي بيته والاب كان بيدرف ابنه اللي كان جاي وهو طول التلاتين سنة عمره ما نسي ابنه وعمال يفتكر يا طرى اللي تولد ولد ولا بنت ويا طرى عايش ولا مات وعمال بيفكر وبيتمنى انه ياخد ابنه في حضنه او بنته في حضنه وفجأة لقى ابنه قدامه اول موقف يدور ما بينهم ان هما الاتنين يخبطوا في بعضه وما حدش فيه معارف التاني فالاب بص لزوجته قالت له ده ابنك ربيعة اللي انت سبته وهو وجانين في بطني اتولد وكبر وتجوز ابنك يا فروخ ابنك ربيعة وبصت لابنها ربيعة قالت له ابوك ابوك اللي غاب عنك تلاتين سنة عشان يجاهج في سبيل الله وعشان يرفع راية التوحيد في البلاد اللي في اخر الدنيا خد ابوك بحضنك خد ابوك في حضنك فبص كل واحد فيهم لقى التاني بياخد في حضنه والدموع بتنسال على خدودهم ومحدش فيهم قادر يتمالك نفسه من البكاء والناس اللي حواليهم اللي دخلوا عشان يفضوا النزاع اللي ما بينهم الكل عمال يبكي ومتأثر جدا بالموقف العجيب دوت وخرجوا عشان يسيبواه الأسرة الكريمة يعيشوا مع بعض اللحظات السعيدة لحظات اللقاء الجميلة المؤثرة ديت وفجأة بص في الروخ لابن ربيعة قال له انت ابني ابني ربيعة قال له انت ابويا ابويا فروخ ربنا يجزيك عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء تلاتين سنة حارم نفسك من زوجتك ومن ابنك عشان تجاهد في سبيل الله والاب بيقول لزوجته ربنا يجزيك عني وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء تلاتين سنة صبر على فرائي وقعد عشان تربي ابنك ومردتش تتجوزي من بعدي رغم ان انت كان بعد خمس سنين من حقك ان انت تتجوز لان في الغالب ممكن اكون موت سبحان الله نزلت ام ربيعة تسلم على جزها وهي في غاية الفرحة السعيدة مش قادرة لكن كان في حاجة مقرقاها وتعباها ومخليها قعدة مش قادرة تحس برضو بالموقف خايفها لحسن جزها بعد التلاتين سنة يسألها ويقول لها عملت ايه في التلاتين الف دينار اللي انا سبتهم لك صرفتهم ولا لسه سايباهم حفظت عليهم ولا لأ او هي بتفكر قطع التفكير ده كلام جزها قال لها خدي انا جبتلك اربع تلاف دينار طلعي الفلوس اللي انا شيلها عندك وضمي لها الفلوس ديت علشان نجمع الفلوس دي ونشتري بستان او دار نأجرها ونعيش من الريع بتاعها فقال لها فين الفلوس قالت له انا حطيت الفلوس ديت في الموضع او في المكان الذي يجب ان يوضع فيه وراحت معرضة بالكلام فجأة سموا صوت المؤذن لصلاة المغرب فقالت له اذهب يا فروخ لكي تصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فقال اخذ ذهب ابنك ربيعة فقام يتوضى وبقاله تلاتين سنة ما دخلش مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عشان يصلي وبعد اما صلى صلاة المغرب وجاي ينصرف لقى جموع وحشود من الناس عجيبة واعداد عجيبة جدا باعداد عمره ما شافه في حياته الاف البشر كل دولة دخلين المسجد فيه يا جماعة قالوا له فيه درس علم درس علم؟ اه درس علم معالم كبير من علماء المدينة من اكبر علماء المدينة هيدي درس دلوقتي وقعد يسمع الدرس ويسمع المبلغ الشيخ بيقول الكلام فالكلام ما كانتش فيه ميكروفونات على ايامهم فالشيخ بيقول الكلمة واللي قدامه بيبلغ للبعديه واللي بعديه بيبلغ للبعديه وبعد كده الشيخ يبتدي يتكلم مرة تانية فابتدى فاروخ يسمع كلام وبيسمع كلام فيه فقه عالي جدا وفكرة عالي جدا واحد عالم فعلا من علماء الأجلاء وبعدين فجأة رح مقرب من واحد بعدما الدرس خلص قال له مين اللي كان بيدينا الدرس ده؟ قال له انتو متعرفوش انتو مش من المدينة قال له انا من المدينة بس بقالي تلاتين سنة كنت غايب عن المدينة قال له ده سيد من سادات التابعين عالم المدينة وفقيه المدينة عالم من أكبر العلماء وإمام من أكبر الأئمة بيجلس في المجلس بتاعه ويتعلم على أديه مالك بن أنس وأبو حنيف النعمان ويحيى بن سعيد الأنصاري وسفيان الثوري والإمام الأوزاعي والليف بن سعد وغيرهم كتير وكتير كل دولة من تلميذ هذا العالم قال له العالم تسمو ايه قال له اسمه ربيعة الرأي قال له ربيعة الرأي أول مرة اسمع عن ربيعة الرأي قال له ايوة لأن العلماء اللي في المدينة كلهم لما يبحثوا في مسألة فلا يجدوها في كتاب أو في سنة فكانوا يلجأوا لهذا الرجل فيكتهد برأيه قدر استطاعاته فيطلع لهم بالحكم الفقه اللي هم عايزينه فسموه ربيعة الرأي قال له طب هو ابني مين قال له ده ربيعة ابني فروخ اللي كان ذاهب يجاهد تلاتين سنة في سبيل الله واسمعنا أنه جه مبارح ومعرفش أنه هو بيكلم أبو ربيعة أبو ربيعة اللي هو فروخ فبكى فروخ بكاء شديدا من شدة الفرع ورجع البيت زوجته قبلته قالت له خير ما لك يا فروخ قال لها كل الخير الحمد لله شفت ابني في موضع وفي منصب وفي مكانه عمر ما تخيلت أن ابني يكون في المكانة دي تعرفت أن ابني عالم كبير من علماء المدينة عرفت أنه بيتعلم على إيده مالك ابن أنس اللي بنسمع عنه في كل مكان وهم يقولونه كيف يفتة ومالكهم في المدينة أبو حنيفة بيتعلم على إيده يحيى بن سعيد الأنصار سفيان الثوري الأوزعي اللي في بن سعد كل دول بيتعلمه على إيد ابني ابني أنا وصل للمكانة الكبيرة دي فقالت له أيوة ابنك وصل للمكانة الكبيرة دي وأصبح أكبر عالم في المدينة المنورة فقال لها طيب فين الفلوس اللي شلتها عندك علشان نطلعها ونبتدي نكرم ابننا ونشوفها نعمله إيه ونأمن مستقبله إزاي قالت له إيه رأيك المكانة اللي شفت فيها ابنك أحسن ولا الثلاثين ألف دينار اللي انت سبتها عندي قال لها لأ طبعا المكانة اللي أنا شفت فيها ابني أغلى من كنوز الدنيا كلها قالت له والله يا فروخ أنفقت كل الفلوس علشان ابنك يكون في المكانة اللي انت شفتها ديت أيهما أفضل قال لها جزاك الله خيرا طابت نفسي باللي انت عملتيه ولو أنفقت قديها عشر مرات ما وفت قدره ومكانته ده المكان اللي هو فيها تساوي كنوز الدنيا بل ما توزهاش أصلا كنوز الدنيا وبقى فرحان فرحة لا تخطر على قلب بشر انه بعدما راح حشان يجاهد في سبيل الله تلاتين سنة محروم من زوجته ومحروم من ابنه رجع وربنا أقر قلبه وصدره بان يشوف ابنه عالم كبير من علماء المسلمين قديه فرحة الأب وفرحة الأم لما يكون ابنهم عالم من العلماء العاملين مش مجرد عالمه بس وحافظ شوية نصوص وطالع عشان يقول كلمتين وبس وهو لا يعمل بهذا الكلام لأ العالم العامل ولذلك كانت فرحة كبيرة قوي قوي وشفنا قديه الأم عشان تعرفوا يا نساء المسلمين درسالة أنا بعتبر درس النهار درسالة لكل أم مسلما بقول لها خدي هذه المرأة خضوة ليك شفتي ما قالتش بقى بعدما زوجها سابها لمدة 3-4 شهور أنا هتفتن في دينه لازم تنحقوني يجوزوني وده مش معناه أنه حرام أنها تتجوز لكن ما بقتش الدنيا كلها في أن أنا أتفتن أو ما تفتنش أو جاوز أو ما جاوزي عيش لدينك خلى عندك هدف خلى عندك هدف بجد عشيره ومن عائشة رضي الله عنه وارضاها جاوزت النبي أو جاوزها النبي على السلام كم سنة يا جماعة 9 سنوات جاوزها وعندها 9 سنين ومات وهي عندها 18 سنة قعدت بعدي 47 سنة مشغولة بقضية واحدة أبلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم 47 سنة وهي بتبلغ سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم إخواني وأحبابي وأخوات الفاضلات بالله عليكم نفسنا نعيش لديننا نفسنا نحدد هدف ونعيش عشان وعشان نخدم ديننا ونخدم بلدنا ونخدم ولدنا ونرب أولدنا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةِ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيتي هي الصفحة الجميلة دي خلصت ولكن ما زالت الصفحة مفتوحة عشان نتقابل بكرة في صفحة من صفحات التابعين من روائع التابعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى عليه وسحبه وسلم بحبكم في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة